السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الملفات الساكنة. طبعا نحن عادة عندما نقوم بإنشاء المواقع والتطبيقات نحن نقوم بإرجاع الريسبونس كما قلنا سنقوم بإرجاع مثلا صفحة الاندكس.تعمل صفحة الاباب.تعمل وهذه الصفحات طبعا سوف تحتوي على تنسيقات سوف تحتوي على اكواد جاباسكريبت سوف تحتوي على صور سوف تحتوي على هاته الأشياء هي التي نحن يجب أن نتعامل معها هنا في تطريقة معينة إذن أيضا كما قلنا هي تعمل لنا هاته لو نأتي هنا على جزية طبعا بدون هاته يعني لو لن أستخدم هذه الطريقة هنا ومثلا نقوم بعمل لصورة ما أو مثلا لكود css وكود javascript في ملب الاندكس دوت اجتيمال فلن يظهر لنا بالشكل المطوب فنحن نحتاج أن نقوم بعمل لهذه الستاتيك كيف نقوم بهذا عن طريق الجوريلا ماكس إذن لدينا هنا مجلة assets ولدينا هنا مجلة template تطرقنا سابقا لمجلة template إذن هنا مجموعة الملفات الاجتيمال التي نود أن نقوم بإرجاعها كresponse إذن لدينا هنا نقوم بإنشاء router جديد بعد أن نقوم بإنشاء router سوف نقوم بتعريف مجموعة من الـRoute عندما نقوم بالمنذات على الـIndex page سوف يتم استدعال لنا الـIndex handler نأتي هنا على الـIndex handler هذا هو سنأتي عليه ونقوم بطلب صفحة الـHome سوف يتم استدعال لنا الـHome handler إذن هذا هو الـHome handler بسيط جدا نحن نقوم بإرجاع هذه الـString هنا welcome home نرجع هنا على الـIndex handler ما الذي نقوم بعمل هنا نحن نقوم بإرجاع التومبليت وتطرقنا لهذا في الفيديوهات السابقة إذن هنا لدينا الـResponse لدينا الـRequest إذن سوف نستخدم الـHTML بما أننا نريد أن نقوم بإرجاع التومبليت بما أننا نريد أن نقوم بإرجاع HTML إذن هنا سوف نستخدم التومبليت نقوم هنا بتمرير أين يوجد هذا الملف الـIndex إذن هو يوجد هنا في المجلد التومبليت وبعدها لدينا هنا ملف الـIndex.html وبعدها نتم عمل لنا parse لهذا الفايل سوف يتم إرجاع لنا التومبليت وسوف يتم إرجاع لنا الـError الـError هذا يمكن أن يكون null إذا لم يكن هناك Error أو تكون قيمته عبارة عن Error إذا كان فعليا هناك Error أو مشكل إذن إذا كان هناك Error سنقوم بعرض هذا الـError عن طريق الـPackageLog ونستخدم هذه الفنكشن هنا فتال أما إذا لم يكن Error فسوف نعمل Execute لهذا التومبليت حتى يتم إرساله للـUser أو للـView إذن هنا نحن نقوم بتمرير الـResponse Writer أو نعمل Writer وهنا ليس لدينا أي Data كما نلاحظ الـParameter الثاني كما قلنا هو Data نحن هنا لن نقوم بتمرير أي Data وبالتالي سوف نقوم بإرسال هنا null إذن المفروض عندما يتيم تشغيلنا هذا الهندلر هنا Index Handler فسوف نرى محتويات هذا الملف هنا Index.ht إذن هنا نحن لدينا H1 ولدينا صورة لدينا هنا نقوم بتضمين ملف JavaScript وأيضا نقوم بتضمين ملف CSS نقوم فقط ببعض التنسيقات البسيطة وكلها موجودة في هذا المجلد هنا Assets هنا فقط لو نلاحظ نحن هنا مباشرة نقوم بتمرير الـRoute ابتدائيا هنا من Assets يعني هذا الملف هنا Index.ht عمل هو موجود داخل هذا المجلد حتى نصل على الملفات هنا الموجودة في Assets فنحن كنا سنكتب بهذا الشكل كنا أولا سوف نخرج من المجلد عن طريق النقطة نعمل الآن نلاحظ لدينا محتويات المجلد هنا Assets Static Files سوف ندخل على وهنا لدينا Photos لدينا Scripps لدينا Style Sheets وهنا لدينا Main CSS طبعا نحن لن نعمل بهذه الطريقة لماذا؟ لأننا هنا سوف نعمل نحن يعني نقوم باستضافة أيضا هذا المجلد لوحده حتى تقوم بمعالجته لنا إذن لن نستخدم هذه الطريقة فهذه طريقة خاطئة ولن تظهر لنا هذه الأشياء التي نحن نقوم بإضافتها مباصرة هنا نقوم بتحديد أين ما صار هذه الملفات الساكنة لدينا هنا الأسات إذن مباصرة سندخل على مجلد الأسات ونناديه هنا على أي ملف أردنا هنا مثلا لو كان اسمه هنا سوف نكتب طبعا الاسم هنا اختياري سميه ما شئت أنا سنقوم بتسميته أسات إذن نأتي الآن هنا كيف نقوم بعمل لهذه إذن نحن هنا نقوم بعمل أو معالجة للروابط لكن في نفس الوقت نحتاج أننا نقوم بعمل لهذه فنحن هنا بكتبتنا بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل هذه الملفات يجب أن يتم المنادات عليها إذن سوف يكون لدينا وبما أنه لدينا يعني مثلا يقول لنا أريد ملف الموجود في أريد صورة الموجودة في المجلد وأيضا أريد ملف الملف الموجود في وطبعا كلهم يدرجون ضمن هذا المجلد هنا أو سميه ماشيت إذن نحن هنا أيضا نقوم بعمل ثاني الأول هو أن نطلب صفحة الاندكس والريكوست الفرعية هي أن نقوم بالمنادات على هذه الملفات إذن نحن نحتاج أن نقوم بعمل لها سارف وبالتالي كي نقوم بعمل لها سارف فنحن نحتاج أن نكتب بهذه الطريقة هنا كما توفره لنا هذه الغوريلا ماكس إذن لدينا هنا الراوتر ثم لدينا هنا الباث بريفكس هنا في الباث بريفكس نقوم بتحديد ما هي الراوت التي سوف نقوم بعمل لها سارف والتي نحن نعتبرها ك ستاتيك فايل إذن الراوت التي تبدأ بالسلاش ثم السلاش نحن هنا على ملف الاندكس دوت اجتيامل لدينا هنا هذا الرابط هنا إذن يبدأ بسلاش السلاش السلاش هنا أيضا ونفس الشيء هنا إذن هذه الروابط هنا أو لما نقوم بعمل على هذه الروابط هنا فسنقوم بمعالجتها على أنها ستاتيك فايل إذن لدينا هنا القمنا بتحديد ما هو الراوت الذي سوف نتعابل معه على أنه ستاتيك فايل إذن إذا كانت لدينا هناك روابط تبدأ بهذا السطر هنا أو بهذا الكلام هنا سلاش السلاش سنقوم بتنفيذ هاندلر معين هذا الهاندلر هنا يقبل لنا إذن هاندلر أو نقوم بتمرير له الهاندلر الهاندلر هو هذا http.strip prefix ما الذي يقوم بعمله لنا أولا هذا يقوم بتمرير له البرامتر البرامتر الأول وهو البرامتر عبارة عن string والبرامتر الثاني وهو http وطبعا هو أيضا يقوم بإرجاع لنا http وكما قلنا هنا الهاندلر نحن نحتاج أن نقوم بتمرير له هاندلر إذن http strip prefix هذا سوف يقوم بإرجاع لنا هاندلر والذي سيحتاجه هذا الهاندلر هنا إذن نحن بهذا شكل نقوم بقراءة أكواد لغة go هنا فالvisual studio code يساعدنا هنا أن نعرف ما هي الارجومنت التي نحتاج أن نقوم بتمرير هالي فانكشن معينة الآن نأتي هنا على strip prefix هي موجودة في http التي نحن نقوم بإستدعائها هنا net http هاته كما قلنا تستقبل البراميض الأول وهو prefix وهي عبارة عن string إذن هنا نقوم بتحديد البريفيكس البريفيكس هنا لو نأتي أيضا نفسه هذا هنا إذن slash assets عفوا ثم slash هذا ما الذي نريد أن نقوم بعمله نريد أن نقوم بحذفه إذن هي تقوم بحذف لنا هاته هنا من الروابط إذن كأنها عندما نقوم نحن بعمل request على هذا الملف هنا هي ستقوم بحذفه لنا بهذا الشكل الآن لماذا نقوم بحذفه أولا نأتي هنا على الجزئية الثانية أو البرامتر الثاني وهو http handler هنا سوف نستخدم http file server نحن هنا نريد أن نعمل كما قلنا serve أو استضافة للfiles فنحن هنا نتعامل مع files ندينا هنا الصور هي عبارة عن files أو ملفات هنا أيضا ملفات javascript ملفات css هذه كلها عبارة عن ملفات فنريد أن نقوم بعمل لها serve حتى عندما يتم عمل request عليها سنقوم بإرجعها بكل سهولة في response إذن لدينا أيضا هنا file server هذه أيضا موجودة في http package هذه هي تقبل لنا root هذا الroot هو من نوع إذن file system هنا سوف نستخدم شيء آخر وهو http dot dire أو اختصارا ل directory هنا سوف نتعامل مع أو المجلدات إذن هنا نحن نقوم بالتمرير ما هو الذي يحمل هذه الملفات التي أريد أن نقوم بعمل عليها serve إذن directory اسمه assets إذن go مباشرة سوف تبحث هنا في المجلدات عن مجلد باسم assets لدينا هنا مجلد assets يحتوي بداخله على مجموعة من المجلدات والتي بدورها تحتوي على مجموعة من الملفات إذن هنا نحن سوف نقوم بعمل serve أو استضافة لهذه الملفات الآن لماذا قلنا لماذا نعمل strip prefix أو لماذا نقوم هنا بحث كلمة assets بهذا الشكل نأتي هنا نلاحظ أو نعمل شرح بسيط لما يحدث عندما نقوم بعمل request نبدأ أولا بالفايل server الفايل server هذا إذن هنا كما قلنا في الفايل server نحن سنقوم بتحديث أي ما صار أو ما هو ما صار المجلد الذي يحتوي على الملفات الساكنة مثل الصور الفونز ملفات javascript ملفات CSS إذن هنا قمنا بتحديد الroot أو المجلد الأساسي الذي يحتوي لي على جميع الملفات إذن اسمه asset هذا الموجود هنا أوكي الآن نحن نريد كما قلنا هنا سابقا قمنا بعمل path prefix يعني قمنا بتحديد ما هي التي سوف نتعامل معها على أنها static files أو نريد منها ملفات ساكنة إذن التي تبدأ ب slash assets slash نأتي هنا إذن لدينا slash assets ثم slash ثم نأتي هنا style sheet هنا photos هنا script أوكي الخطوة الثالثة so if someone requests يعني عندما نقوم بعمل مثلا request على هذا الملف لو نأتي هنا لدينا هنا هذا السطر هو سوف يقوم بعمل request على هذا الملف main.js على هذا المصار هنا إذن عندما نقوم بعمل request so we want the server to send the file assets scripts ثم main.js إذن الشخص عندما يقوم بطلب هذا route نحن نريد أن نقوم بإرجاله الملف الموجود في المجلد assets ثم الموجود في المجلد scripts ثم الموجود أو ثم هذا الملف main.js أوكي إذن نحتاج أن نقوم بحذف هاته الassets هنا كما قلنا بهذا الشكل نحن كما قلنا لدينا الroot folder الذي سوف يحتوي على جميع الملف السكنة اسمه assets هذا هنا الذي قمنا بتعريفه هنا في directory فنحن مباشرة عندما نقوم بعمل هذا request go مباشرة سوف تنظر في هذا الroot folder الآن توقعوا لو لم نقم بحذف هذه الكلمة هنا slash assets slash go إلى ماذا سوف تنظر سوف تنظر بهذا الشكل هنا إذن لدينا هنا الroot folder الذي هو assets بعدها تقوم بالبحث عن هذا الroot هنا إذن لدينا slash assets ثم slash script ثم slash main dot jays لكن هذا غير موجود هنا في الroot folder assets لهذا نحن ما الذي نحتاج أن نقوم بعمله نحتاج أن نقوم بإزالة هذه الجزئية هنا و go مباشرة سوف تنظر لنا في ال folder assets بعدها تبحث عن script ثم slash main dot jays عندما تأتي هنا سوف تجد هذا المجلد script وسوف تجد هذا الملف main dot jays إذن ستقوم بحذف لنا هذا هنا حتى عندما نقوم بالبحث عن route المتبقي فكما قلنا هنا هي تقوم بحذف لنا إذن فقط سوف يبقى لنا هذه الجزئية هنا go سوف تبحث عن المجلد scripts الموجود في root folder assets إذن هنا في folder assets لدينا فعليا المجلد script وفعليا لدينا بداخله main dot jays إذن أتمنى أن تكون الفكرة وضحت بهذا الشكل نحن نقوم بالتعامل مع static files الآن نجرب نقوم بتشغيل السيرفر إذن لدينا هنا go run ثم لدينا server dot go نأتي إذن هنا نعمل local host 80 80 80 نتأكد إذن لدينا هنا port 8000 وليس 880 إذن لدينا هنا 8000 نلاحظ عندما طلبنا هذا الرابط هنا الاندكس إذن تم المنادات لنا على الاندكس هندلر الاندكس هندلر سوف يقوم بيرجع لنا ملف الاندكس dot html هذا الملف هنا اذا لدينا هنا هنا نحن نستخدم بعض التنسيقات الموجودة في الملف مين dot css إذن لدينا هنا هذا لدينا هنا 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 نلاحظ هنا هذا تم تطبيق فعليا عليه التنسيقات التي قمنا بتعريفها هنا أيضا لو نلاحظ الصورة تظهر لنا أيضا هنا لو نقوم بعمل نأتي على الكنسول سوف نلاحظ هنا وهذا نحن قمنا بتعريفه هنا في ملف المين dot gs الموجود في الفولدر سكريبس hello from main dot gs file وبالتالي فعليا تم تضمين لنا هذه الملفات هنا ويتم عرضها لنا بدون أي مشاكل وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله